إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تاجراً معروفاً في كريش ذا علم وعقل مرشداً لقومه محبوباً بينهم جميل المجالسة وكان رضي الله عنه صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طفولته وشبابه قبل الإسلام فبقي على ذلك بعده وعندما نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق أول رجل علم بذلك فقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي وعن الإيمان بالله وعن توحيده فما كان من أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن قال صدقت فما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذباً منذ طفولته فأسلم رضي الله عنه وأرضاه خاضعاً مستسلماً لله تعالى وكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه